بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله اليوم إن شاء الله رح نكمل في مواضيع Exposure to Physical Hazards اللي بلشنا فيها حكينا عن Noise حكينا عن كمان واحدة من Hazards وهي Desparism هسا ما نحكي عن موضوع Extreme extremes of temperature سواء الحرارات الحارة الدافية السخنة أو الباردة To extremes طيب هسا قبل ما نحكي عن إيش المشاكل ممكن تصير وكيف ممكن نتجنبها قبل ما نحكي كيف تنتقل الحرارة أصلا كيف تنتقل الحرارة من جسم الآخر لأنه أربع طرق فيزية بسيطة Radiation الإشعاع الحلاري زي اللي بيجي من الشمس فهو transfer of heat from a hotter object to a cooler object through the space by radiant energy زي اللي بيصير في الاشعة الشمس والأمور زي هيك عندك ال conduction لما تحط اشيين جنب بعض واحد سخن واحد بارد الحرارة رح تنتقل من الأسخن للأبرد transfer of heat from molecule to molecule of adjacent objects بعدين عندك ال convection هي الانتقال الحرارة عن طريقة تيارات سواء تيارات المياه أو السوائل أو تيارات الغازات الغازات اللي بتتحرك أو ما بتتحرك تنتقل الحرارة من خلالها transfer of heat in liquids or gases in which molecules are free to move بلانا ال evaporation خسارة الحرارة عن طريق التبخر لما قطرات العرق أو أي شيء تبخر بيفقد معاها حرارة بيفقد الجسم معاها حرارة heat loss involved in the changing of substance from liquid state to gaseous form طيب عرفنا كيف الحرارة in general كفيزيكس بننتقل من جسم لآخر ومن مكان لآخر هسا كيف جسمنا بيقوم بتنظيم درجة حرارته في أكثر من ميكانيزمز كل المسؤول عنها هي الhypothalamus في الدماغ هي الثيرموس دات تبع الجسم تتحكم في حرارة الجسم مسؤولة عن ردود الفعل تبع الجسم عشان يفقد الحرارة أو يحافظ على الحرارة طبعا هاي ردود الفعل إيش هي الـ circulating blood near the surface of the skin الأوعية الدموية اللي تحت الجلد لما ترتفع حرارة الجسم وانت بدك تخسر جسمك بده يفقد حرارة بده يبرد حاله شوي بيعمل vasodilation بيوسع هاي الأوعية الدموية اللي تحت الجلد عشان الحرارة تطلع من الدم البافي نسبيا للجو الأكثر برودة برضو الـ exhaling warm air انت بتتنفس هو أبرد بره وبتطلر الهواء الأدفع بدخل بدفع بعدين بتطلعوا لبرا فهذا اسمه exhaling warm air عشان هيك الناس اللي بكونوا معرضين لدرجات الحرارة عالية ممكن يصنعهم hyperventilation صيروا يتنفسوا بسرعة humidified air مرضى عن طريق التنفس بصير evaporation جوه الجهاز التنفسي عملية تبخل حكينا الـ evaporation من طرق انتقال الحرارة انت تخفف من الحرارة داخل الجسم وبيطلع هذا الهواء الـ humidified المرتب لبرا و evaporating of sweat انت بتعرضيك العرق لما ينشف بيأخذ مع جزء من الحرارة تبعك الجسم طيب الـ range اللي بيقدر جسمك يشتغل فيه بطريقة سليمة بالحرارة range ضيق جدا يعني انت بتحكي عن 35 أقل حد لحد سبعة وثلاثين ثمية وثلاثين وقتها بتبلش تصبح عندك مشاكل أعلى من هيك أو أقل من هيك التنظيم فيه عندنا تنظيم central autonomic لما الـ core body temperature تتغير الدرجة الحرارة الداخلية للجسم تتغير زي في حالات الـ infection وغيره الـ hypothalamus بيقوم بردة الفعال الكاملة بينما إذا كان درجة الحرارة تتغير عن طريق الجلد يعني انتقع تتقرض لبيئة حارة أو بيئة باردة بيكون شغل مشترك بين central والـ peripheral responses سواء في الـ skin local response على مستوى الجلد على مستوى الـ skin وكمان الـ central اللي هي نفس الـ hypothalamus حكينا هو الثيرموسات هو المسؤول الأساسي فهو المسؤول عن فقد preservation and loss of heat فقد واكتساب الحرارة هسا بدك تيجي تحكي إيش الحرارة أحسن حرارة أكون موجود فيها إيش الحرارة البيئة المحيطة اللي أكون موجود فيها بتكون مناسبة لعمل الجسم ووظائف الجسم هي الحرارة بين 21 و 23 هي أفضل حرارة يكون أو أكثر حرارة مناسبة أكثر حرارة مريحة للإنسان إنه يعمل فيها أو يكون موجود فيها نحكي عن حرارة الجو الخارجي في الأوشا اللي هي يعني الناس من جماعة العمل الأمريكان مسؤولين عن الـ regulation والتنظيمات بتحطت recommendations عشان تقرر إيش درجات الحرارة ودرجات الرطوبة اللي لازم تكون موجودة في مكان العمل عشان يكون مكان العمل مريح للعمال بغض النظر شو نوع العمل أو حجمه لازم يكون في درجة حرارة دنيا 20 درجة مئوية ودرجة حرارة عالية 24 فلازم تكون ضمن الرينج اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو 21 ل 23 حكينا هو أكثر شي مريح حسنا واحدة من الأشياء اللي بيعملها جسمنا بيعمل تأقلم acclamatization يعني اللي بيصير هون لما ترتفع درجات الحرارة مرة واحدة ممكن صير ردة فعل عنيفة للجسم بتسبب في مشاكل ورح نحكي عنها كمان شوي بينما لو درجة الحرارة ترتفع تدريجيا طبعا التأقلم كله بيصير للـ hot environment ما فيش اسمه تأقلم للـ cold environment لا هذا ما بيصير جسمك بيتعود بس على درجات الحرارة العالية بيقدر يتعود عليها ويتعامل معها بينما البرودة لازم دام يكون في precautions أكثر طبعا لحد معين كله إذا درجة الحرارة تفعت بطريقة تدريجية تسمحت للجسم أنه يتأقلم معها هذه العملية بتأخذ 4-6 أيام فبداك ترفع درجة إذا العامل بدو يبلش يشتغل في مكان درجة حرارة عالية كثير لازم يكون الموضوع تدريجي خلال 4-6 أيام عشان ما ينصف في المشاكل اللي رح نحتعانها كمان شوي التأقلم is the beneficial physiological adaptation التعود الفيسيولوجي اللي بيعمل الجسم that occur during repeated exposure to heat or hot environments اللي بصير طبعا لما انت تتعود تتبلش تتعرض لبيئة دافية أو ساخنة أو حرارتها عالية بتبلش شوي شوي ترفع التدريج جسمك بدلا لما يعمل ردة فعل عنيفة لارتفاع الحرارة لا بتصير ردة الفعل تبعيته more moderate يعني بتصير أخف شوي فما بيمنع حصول أعراض ممكن تسبب لك مشاكل بتصير gradual increase للintensity والduration فبيصير عندك درجة blood flow للسكن بتقل شوي بدلا ما يفتح كل بيفتحها بمودريشن بتخطيط أكثر يعني بكميات العرق بتكون محددة إفراز الملح في العرق بيكون أقل طبعا هاي المشكلة رح نحكي عنها برضو بيزيد لازمة وليوم الكارديك أوتبوت وستروك وليوم بيزيدوا على حساب الهارت ريت بيقلل الهارت ريت وبيزيد البلد سبلاي للعضلات إيش العوامل اللي ممكن تأثر في مكان العمل ودرجة الحرارة في مكان العمل الإصابات تبعك الحرارة اللي بتصير في مكان العمل أولي شي درجة حرارة الهواء المحيط درجة الحرارة الأشياء مثلا إذا في مكانة معينة بتصدر حرارة عالية temperature of surrounding objects هنا نتحكي عن الconviction هنا نتحكي عن الconduction sun's radiant heat اللي بيشتغلوا بره في الصحبة أو في عمال البناء بيكون معرضين للشمس radiation radiation change or increase the heat relative humidity الفكرة هون إنه واحدة من العوامل أو الطرق اللي بيستخدمها الجسم عشان يبرد حاله هو العرق فإذا زادت درجة الرطوبة في الهواء عن حد معين بيصير تبخر العرق أصعب فبيصير تخلص الجسم من درجة الحرارة أصعب حركة الهواء air movement amount and type of clothing worn النوع وكمية الأواعي الملبوسة والحرارة اللي بينتجها الجسم فمثلا الجسم في حالات معينة زي لما تكون ميكل هسة بينتج حرارة أعلى بينتج حرارة أكثر لأنه عملية الحظن تنتج حرارة كذلك الناس بكون لهم مشاكل زي hyperthyroidism ارتفاع هرمون الغودة الدرقية برضو بصير عندهم حرارة جسمهم أعلى بالمتوصف طب إيش هي الإصابات اللي ممكن تصير أو المشاكل اللي ممكن تصير بسبب ارتفاع الحرارة عنا خمسة أشياء رح نحكي عنها هون نحكي من الترتيب من الأكثر ضررا للأقل للأقل severity الأقل ضراوة طبعا هذوي بينقسمه لنوعين أساسيات النوع اللي بيصير بسبب الovercompensation تعويض زائد بسبب ارتفاع الحرارة أو الnocompensation أو الundercompensation اللي بيصير مشاكل في ردة الفعل للحرارة فجسمك ما بيحاول يبرد حالا أسوأ إشي ممكن يصير أو أعنف إشي اللي هو الهيتستروك وهي حالة طارئة ضربة الشمس من زميها بس مش بالضرورة أنها نصير بسبب الشمس المهم الفكرة هون الحرارة ارتفاع درجات الحرارة بغض النظر فيه شمس أو لأ يعني ممكن تصير من تقعد جوا غرفة بس تكون مكتوم من درجة الحرارة فيها كثير عالية heat exhaustion إرهاق الحرارة أو إرهاق الحرب heat cramps تشنوجات العضلات بسبب الحرارة syncope إغماء وفي بعض الskin disorders مشاكل الجلد مثلا بتشوف الواحد لما يطلع في الشمس أحيانا جلده بتحسس بصير لونه أحمر erythema أو rashes طفح جلدي بصير عندهم في ناس بصير لونهم ارتكارية النوع من أنواع الحسية بصير يحك إذا اتعرض للشمس الحرارات عالية طبعا هاي موضوع ثانوي مش رح نحكي ميفيه محاضرة اليوم احنا رح نركز على هالأمور لأنها نوعا ما أخطر طيب مين هم الناس المعرضين إنه يصير عندهم إنهم يكونوا يعملوا في بيئة يصيروا معرضين للهيت انجريز للإصابات للنتجة بسبب الحرارة منطقيا الناس اللي بيشتغلوا في صهر المعادن الحدادة smilters steel workers بيشتغلوا مع الفولاد والصلب glass blowers بيكونوا الزجاج farmers fishermen construction workers military troops athletes pilgrims كل الناس اللي بيطلعوا في الشمس في المواطق الحارة بالذات مثلا المزارعين الصيادين عمال البناء الجيش أو العساكر athletes الرياضيين زي ما تشوفوا مثلا في رياضات زي الماراثون اللي ركض لمسافات طويلة تحت الشمس ممكن سبب لهم heat exhaustion heat cramps الحجاج لما يروحوا بالذات في أشهر الصيف بتكون درجات الحرارة عالية ممكن يتعرضوا له heat stroke heat exhaustion أيش العوامل اللي ممكن تخليك أكثر عرضة إنه يصير لك heat injury حكينا في عوامل محيطة بتعلقة في البيئة المحيطة حكينا عنها قبل شوي أسنع نحكي عن عوامل متعلقة بالشخص نفسه إنه يكون overweight and fatigued يكون وزنه عالي ويكون متعب بشكل عام منهك هذا إشي ممكن يأثر على العمليات اللي بيقوم فيها الجسم عشان يبرد هذه meals and hot food حكينا الأكل لما تأكل جسمك بينتج حرارة وهو قاعد يكسر في الأكل وهو قاعد يهضم فيه وبرضا لما تأكل أكل السخون انت حرارة حتى يتجوه جسمك الألكهول بيأثر على ضبط الجسم للحرارة وبعض أنواع الأدوية زي الأدوية الأتروبين والأنتيهستامين يعني فيه أدوية رشح بسبب هذه المشاكل وبرضا أدوية الإسهال إذا كان الإنسان أصلا عنده حرارة وطالع على جوه حار ففيفرز ونوع الملابس tight clothes بالذاتة إذا كانت ملابس ضيقة يعني تمنع الجلد من أنه يتنفس وينتج عرق بطريقة سليمة طيب نحكي عن أول واحدة وهي نحكي هسا بالترتيب من الأقل خطورة لأكثر بنحكي عن الهيب سينكوب اللي بيصير هون أنت بيكون الشخص واقف مش عامل تأقلم بطريقة جيدة ومش بتأقلم على الحرب وأجا وقف مش قاعد بعمل نشاط مش قاعد بيجهد حاله لا بس واقف في الحرب اللي بيصير بيصير عندك generalized vasodilation subcutaneous vasodilation بتتوسع الأوعية الدموية تحت الجلد فضغط الدم بينزل بينزل تزويد الدم للدماغ بيصير عندك cerebral hypotension وhypo perfusion بيقل الدم اللي بيوصل للدماغ عشان كمية الأوعية الدموية الكبيرة اللي انفتحت مرة واحدة فايش بيصير بيغم عليه بالعادة زي ما حكينا ما بيكون فيه substantial exertion ما بيكون فيه التعب بس بيكون هو الشخص غير متأقلم على الحرارة مين اللي بيصير معهم العمال اللي بيشتغل وواقفين على رجليهم فترات طويلة في بيئة حارة بيصير معهم sudden unconsciousness قبل ما يصير عنده unconsciousness قبل ما يغيب عن الوعي قبل ما يصير مع السينكوب بدك تلاحظ التغيرات اللي بتصير مع hypotension فايش حيصير حيصير عندنا pulse rate تبعه راح يزيد حيصير عنده تاكيكارديا increase the heart rate بس الكور تيمبريتشار ما راح تزيد ليش لانه هو صار عنده ردة فعل عشان تقلل درجة الحرارة الهدف من الفازو دايليشن انه تنزل درجة الحرارة وفعلا تنزل فالكور تيمبريتشار تبقى تكون نورمال لما تيجي تطلع على الجل تبعه بيكون cool و moist بيكون قاعد بعرق عادي يعني ردة الفعل عنده موجودة ردة فعل طبيعية صحيح زايد حبيتين بس طبيعية موجودة مهمة هاي النقاط عشان لما نيجي نميزها عن الهيت ستراك طبعا العلاج في كل حالات الهيت انجريز العلاج واحد الروكمبيلانس cool and mouth by fluid cooling and mouth cooling and fluid by mouth طيب زي ما حكينا هون بتزيد درجة الحرارة بصرا نفازو دايليشن بينزل الضغط عنده بزيد الheart rate مع ذاك بتشوف الجل moist cold cool بينزل تزويد الدم للدماغ البلاد flow للبراين بقل وهذا الاشي حسب في سنك بكيف بدك تعالج المريض كل الامور الجاي هي العلاج هواحد اول اشي بتشيله من مكان الحر بتحطه في مكان ظل او اقل حرارة بتخفض حرارة جسمه بتكب عليه مي بتحطه تحت مروحة بترفع رجلي عشان الدم يرجع للدماغ rise the patient's feet اللي هو نفسه recompens وبتزوده في كميات كبيرة من السوائل بس يعني تعطيها شوي شوي السوائل بالذات تكون cool بارد طيب الهيت cramps الهيت cramps احنا زدنا الحرارة خلاص الشخص ممكن يكون نوعا ما عنده شوي تأقله زدنا درجة الحرارة وال excertion اللي بتصير وهو قاعد بهاي البيئة الحارة فاحنا مع كل خطوة بتتوقع انه زيادة في الحرارة وزيادة في excertion اللي بصير اللي بصير التعرق الشديد حكينا اذا انت ما عملت تأقلم صح هيكون انتاج الصوت في السويت عالي التأقلم بيقلل من الصوت في السويت فاذا ما كان فيه تأقلم كويس او كانت حرارة ومجهود عالي رح يخسر كثير املاح بالتعرق بيطلع صوديوم مع العرج هذا الصوديوم مهم جدا في ال action potential وال muscle action فاللي بصير excessive salt loss هيعمل painful cramps تشنجات في العضلات بالعادة arms and legs and stomach area عضلات اليدين والرجلين والمعدة ممكن يكون فيه heat exhaustion نعم ممكن يكون فيه ورح نحكي شوي heat exhaustion بالضبط كمان شوي درجة الحرارة بتكون عادية ليش لانه مرة ثانية في عندك sweating في عندك vasodilation في عندك الرض الكثير طبيعية كاملة موجودة فقاعدة بتقوم بعملها درجة الحرارة تنزل معانها تعمل مشاكل ثانية وكيف نقدر لازم تتعوض هاي الاملاح فمش بس مي ويعطي كمان سواء ثانية طيب نحكي عن heat exhaustion هون بصير loss لل salts وال water loss excessive salt and water loss خسارة املاح ومياه كبيرة مرة ثانية بكون الجلد نحن 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 قدمنا خطوة درجة حرارة اعلى او اجهاد اعلى وبرضو بيكون الجلد بارد لانه في عرق وفي vasodilation تحت الجلد بيكون moist ما نفس الاشي هنلاحظ انه حيكون انه water loss فهذا حيكون فيه level of hypotension فلازم يكون عنا البلس رابد رح يكون رضلت القلب سريعة والblood pressure رح يكون نوع عنا low لانه عندك fluid loss water loss الاعراض اللي بيجي فيها يكون عنده sweating بطبيعة الحال الجسم قاعد بحاول يبرد حاله وهون اصلا بلشت المشكلين over compensation headache صباع tangling تنميل في ايدي ورجلات baleness hypotension بتلاقي انه شاحة باللون difficulty breathing بيكون قاعد بتنفس بسرعة وعنده صعوبة في التنفس ليش لانه قاعد بحاول يبرد حاله حكينا hyper ventilation بزيد من التبريد irregular heart beat ممكن يوصل لهذه الدرجة loss of appetite nausea and vomiting حكينا عملية الهضم بتبعت الجسم بتستهلك طاقة وتستهلك طاقة وتستهلك الطاقة هذا بنتج حرارة فالجسم خلص بعضيك رادة تفعل انه ما بدأ اوكل loss of appetite ما عندي شاهية واذا كان في اكل بدأ اتخلص منه عشان اقلل درجة الحرارة طيب بلسألنا نحكي عن heat exhaustion لما تيجي تقيس درجة حرارة للانسان زي ما حكينا كل over compensation الثلاثة في سينكوب الكرامس والإكزاوست يكون درجة الحرارة عادية بس هنا في الإكزاوست ممكن تكون درجة الحرارة خطة عن طريق الفم تكون أقل من درجة الحرارة الطبيعية ليش؟ لأنه قاعد يعمل hyperventilation قاعد يتنفس بسرعة فقاعد يبرد ثم فلما الميزان يقيس بيكون بقيس درجة الحرارة أقل من درجة الحرارة الطبيعية بس لو قستو internal rectal أو arm bit حتكون normal أو حتى ممكن subnormal شوي بيكون عنده trembling بيكون weakness بيكون حاس حاله ضعيف مش قادر ينسق حركته lack of coordination وبيكون كمان judgment تبعه أو بيكون شوي clouded يعني ممكن كمان يكون شواعي تماما مية بالمية بس بالعادة ما بصير فقد للوعي بطريقة كاملة كيف منتجنبها نفس الإشي راحة سوائل و nutrition طيب بس نحكي عن أهم واحدة أو آخر واحدة اللي هي most severe من heat injuries اللي هي heat stroke ضربة شمس حكينا مع أنه اسمها بالعربي ضربة شمس فهذا لا يعني بالضرورة أنه يكون فيه شمس عشان تصير عندك heat stroke medical emergency حالة طوارئ ممكن تسبب death ممكن تأدي للوفاء ليش اللي بصير بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديد الجسم بفقد القدرة والرغبة على أنه ينظم درجات الحرارة يبطل يحاول حتى أنه ينظم درجة الحرارة بالعادة بتكون external temperature عالية كثير لدرجة أنها بتأثر على الهايبوثلمس مباشرة فبيفقد regulatory function The body heat regulatory mechanism stops functioning and the main avenue of heat loss is blocked السبل الأساسية اللي انت بتخسر منها الحرارة عشان تبرد الجسمك تبرد حلو فيها بتوقف فما بصير عندك vasodilation ما بصير عندك sweating ما بصير عندك hyperventilation ما بصير عندك evaporation فهذا كله بتسبب أن درجة الحرارة الجسم ترتفع حكينا في ثلاث أمراض المشاكل الماضية injuries syncopy cramps والexhaustion بيكون الجلد cool بيكون moist بينما هون بيكون hot and dread and dry درجة الحرارة حكينا في المشاكل السابقة بتكون normal هون بتكون high وصلت 41 42 الأعراض هي نفس أعراض heat exhaustion لأن هذيك المشاكل بتصير الحرارة نفسها لذا يكون عندك headache busyness delirium weakness nausea and vomiting excessive warmth تكون حاسل وساخل طيب ممكن الأعراض هاي والمشاكل هاي تصير بالتدريج أول شي يصير معه cramps بعدين heat exhaustion بعدين يدخل في heat stroke وممكن يبلش مباشرة بheat stroke ممكن sudden collapse and loss of consciousness followed by coma convulsions may occur طبعا sweating may or may not be present ممكن يكون عشانه بلش يتعلق من أول بعدين خسر هاي القدرة في شوية يتعرق أو ممكن يكون مش موجود تماما كيف تجنبها proper work rest cycles تأخذ راحة جيدة and full hydration السوائم طيب إيش الاسعافات الأولية اللي بتعملها لأي واحد أجاني في أي من هاي الانجيري سوائن syncope أو syncope cramps or exhaustion أو heat stroke أول إش بتأخذ المريض أو الشخص اللي صار معاها الإصابة بتأخذ لمكان ظل تخفف أوعي إذا بتقدر بعدين تعطيه كميات كبيرة من السوائل الباردة cool slowly شوي شوي بتعطيه كميات كبيرة give large amount of cool water ماي باردة بتصب مية عليه pour water on the victim and fan بتهوي مروح عشان تعمل conviction ترفع رجلية في حالات exhaustion syncope أو الاكزوشن والسينكوب بترفع رجلية عشان تعمل blood flow للدماغ وبتضلك حط عينك عليه بتريحه طبعا إذا العراض كملت لازم ينتقل لمستشفى عناية أكثر يوخف هاي هون اختصار لكل الأمور طبعا هون زيادة موضوع cold compressors بدك تحط كمدات باردة على أماكن زي البطن العربة نيك كل هاي الأماكن ممكن تطلق cold compressors مش ice compressors ice compressors بتعمل مشكلة cool cold بس برد باتري طيب كيف داميز بين heat stroke وال exhaustion زي ما حكينا في exhaustion بيكون moisture ال skin بيكون cool بيكون moist يعني sweating درجة الحرارة الجسم حتكون normal or sub normal temperature بالإضافة للمرضو البubel في exhaustion بيكون dilated لل heat stroke بالعكس تماما بيكون الجلد ناشف dry hot skin البubel constructed في very high body temperature وتوصل 41 42 ممكن يوصل كما يصير عند convergence الفيرست aids حكينا عنها بتنقله زي ما حكينا بالضبط تعمله مباشرة بتبري اعطي اياها في حالة heat stroke بالذات ممكن كما تضطر تنقله للمستشفى كيف بدك تمنع انه يصير عند الناس heat injuries ببساطة بدك تحرص على adequate fluids بدك تحرص على التأقلم التأقلم للعمال اللي رح يجي يشتغلوا في هاي الماكن جديد تعمل لهم تأقلم بتدرج سليم ومع التأقلم تعمل لهم heat work rest cycles تعطيهم أوقات للراحة تعطيهم سوائل كافية تعطيهم وقت للتأقلم وشوي شوي تبلش لهم شوي تبري زي ما هو غون مكتوب كمان بتبلش تزيد التعرض للحرارة لأوقات وشدة الحرارة تدريجيا أي عام اللي بيترك العمل تابعه لمدة شهر ممكن يفقد التأقلم اللي يكسبه خلال هذه الفترة بحاجة إلا أنه يبلش بالتدريج مرة ثانية طيب إيش الأشياء ممكن أسويها كمان عشان تمنع الهيت انجري Work in cooler hours فاللي بيعملوا في الكنستركشن في الصحرة برا يشتغلوا بعد العصر بدلا ما يشتغلوا بالظهور مباشرة يكون مكان عمل مريح زي ما حكينا درجات الحرارة المثالية للعمل كيف إذا تكون Provide comfortable working conditions avoid working in direct sunlight تكون الشمس مباشرة على العمال عشان irradiation of heat slow increase in exposure to those become يعني بدك تعمل لهم تأكلهم والproper clothing تكون منابسهم مناسبة للمكان اللي يشتغل فيها سننتقل للنقيض الثاني حكينا عن الهيت ارتفاع الحرارة نحكي عن frost bite أو عضة الثلجة وعضة البرد frost bite هي عبارة عن تجمد الجلد والأغشية اللي تحته والأغوية الدموية اللي تحته الأمور هاي هيسبب ضرر للجلد هيسبب ضرر العضلات والأنسجن الموجودة في المكان بتعرض للfrost bite المرحلة المبكرة frost bite is an injury caused by freezing of the skin and the underlying tissue early stage of frost bite is known as frost nip frost bite عضة عضة الثلج عضة البرد frost nip يعني انقرص لسه ما اوصل لمرحلة العضة there is no permanent damage to the skin لسه ما اصار عندي ضرر دائم يعني لو اجاك واحد frost nip وعطيته الاسعافات اللازمة ما رح يعني ممكن عاد يحافظ على الأصابه أو يحافظ على وجهه ومسر اشعر اما شاكل اكثر اماكن عرضة للfrost bite والfrost nip هم النوز الوجه بشكل عام فبتحكي عن النوز ease اليد والقدم الفروست bite ستعمل للك dry gangrene ستوقف blood supply للأضاء للfingers للشيك للوتيفر وينما صارت الفروست bite فحيصير لديك dry gangrene بيكون permanently damaged body tissues بالعادة في السفير كاسز ممكن تبطر تعمل amputation إذا الجنغرين بلش ينتشر أو مش controlled أو صار infected ممكن يعملو better in extreme cold temperature the risk of frostbite is increased in worker with reduced blood circulation and among workers who are not dressed properly الناس بكون عندهم مشاكل في الدورة الدموية تبعتهم ممكن يكونوا أكثر عضوا أنه يصير معهم frostbite في درجات الحرارة قارصة جدا ولي مش لابسين الملابس الحماية بطريقة جيدة بطريقة مناسبة بالعادة بصير في الconstruction workers بيشتغلوا في سايبيريا وكندا والموابق الباردة أو المشتغلوا في الأترانتيكا بيكونوا عبحات علمية وموضع أي شي الأعراض اللي بيجوا فيها أول إشي اللي حيصير أنه الدم البلد فلور رح يقل للهانز والفيت فهذا حيسبب numbness تنميل tangling ممكن يصير زي الشكل إبر and stinging بس بس عنده aching ألم الأصابع بتصير blueish لون أزرق أو بتصير pale فاتحة أو تخسر لون وستندك منظر الواكسسكن الواكسسكن ممكن تشوفه تحطان على قول تشوف واكسسكن أو حتشوفه بعدين المهم بشكل عام بصير يعني هاي واحدة من characteristics تبع الفروست بعيد أشي الإسعافات الأولية أهم إشي إنك بدك زي ما حكينا في حالة الخر بتأخذ الواحد لمكان بارد أبرد هو أن بدك تخدم مكان دافي إذا تبعيده عن البرد الظروف القاسية اللي هو فيها تتجنب إنه يمشي أو يفرق أو يستخدم جزء من جسمه اللي صار له فإذا كان رجلية حاول ما تخلي يمشي إذا كان في مجال لأنه ما في بلوت سيركوليشن فالمشي أو استخدام هاي الأجزاء رح يعمل دامج زيادة الآن تستخدم وارم ووتر مش مي سخنة وارم نت هوت ووتر لأنه فاقد ما في بلوت سيركوليشن ما في سيركوليشن قاعد بيروح لهاي الأعضاء الإحساس فيها تقريبا مش موجود فإذا كانت المي سخنة ممكن ينحرق تنتقل من مصيبة لمصيبة وهو مش حاس فإنت بثلا بدك تسعة فواحد تتأكد إن الماء تقدر تحط إيدك في الماء ماء دافية مش سخنة بعدين بتحط إيده فيها أو رجله فيها أو على وجه أو غيره ممكن تدفي الأماكن اللي صار عليها الفروست بايت بإنك تحط مثلا تحت الارم بيت إذا كان الفروست بايت مثلا على الفينجرز مرة ثانية تراب أو مساج في frost beaten area حيزيد الدمج ما تستخدم أي إشي ممكن ينسبب له حرق ممكن ينسبب له بان سواء كان heating pad ما تستخدم heating pad ما تستخدم lamps heating stove مش تروح تشغل الفرن وحاط إيده عليها fireplace radiator heat warmer affected areas are numb خدرة and easily بان بإنحرق بسهولة آخر hazard عنه حكينا عن heat والheat injuries حكينا عن cold والfrostbite نحكي عن cold وينت نحكي عن موضوع نوعا ما في association بس مش cause effect relation بس مهم يمكن يكونوا عارفينه موضوع بالز pulsy أو الفاشال pulsy الشلل النصفي للوجه أو شلل الوجه اللي بصير عنا شلل نصفي للوجه نص الوجه بالعادة بصير في weakness severe weakness ضعف شديد لل facial muscles عضلات الوجه فبطل قدر يرفع وجهه يبتسامير فبطل قدر يعمل هذه أشياء causing a drooping causing it to droop تلاقي وجهه كأنه مكشر نص وجه مكشر ونص التانية عادي and become stiff بيجمد السبب الأساسي لل بالس بلس ليش معظم في ناس تحكي لك inflammation of the nerves في ناس تحكي لك swelling of the nerves ورن في العصاب في ناس تحكي لك ممكن يكون viral infection بس في نوع من نوع ال association مع العمال اللي بيشتغلوا في النقل يكون فاتح الشباك والهوى بره بارد بضرب وجه فواجدوا اللي بيكون فاتح الشباك والهوى قاعد بضرب في وجه هيك بيكون خلصنا المحاضرة بتوفيق ان شاء الله شدوا حي لكم ان شاء الله الأمور سهلة في أي سؤال ما تترد بسألوا طبعا هون حطين صور لل بلس بلس هون قاعد بيحاول يبتسم في الجهة الجهة التانية مش قاعد بتطلع معاه هون في نفس الاشي هون يعني على كل حال موفقين جميعا ويطيكم لعافية